السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء دوما بهذا اللقاء الرباني الذي يجمع بيننا وبينكم على كتاب الله اعظم شيء في الوجود كتاب الله جل جلاله هو اطيب الكلام واعظم تجمع يكون على رحاب القرآن الكريم نواصل حديثنا ايها الاحباب الكرام في النظر والتأمل والتدبر في الايات القرآنية ونواصل حديثنا عند سورة الانعام التي ذكرنا بانها من المفصل طويلة جدا وتسمى ايضا بسورة الحجة وقد رأيتم تقريبا طيلة اسابيع ونحن في سورة الانعام نرى الحجج ونرى الادلة ونرى البراهين الساطعة والقاطعة والواضحة والبينة على صدق القرآن الكريم انه من عند الله رب العالمين وعلى صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي الكثير من الخلق طاعنوا فيها ولكن الله تعالى ابى الا ان تستمر بعد قرون وقرون من الزمن ورأيتم ادل وبراهين كثيرة وكثيرة نواصل ايها الاحباب الكرام كنا قد توقفنا في حلقة الامس عند الاية مئة وثلاثين مئة وثلاثين من سورة الانعام نأخذ مقطع اخر جديد نتدبره نتأمله نستنبط منه العبرة والعيدات وايضا نتبرك به من اهدافنا في هذا البرنامج التبرك بالقرآن الكريم لانه كلما تلي القرآن وكلما تم تدبره والتفكر فيه ربنا عز وجل ينزل علينا البركات بركات من السماء والارض بركات في قلبك بركات في ضميرك في عقلك في وجدانك بركات على صفحة وجهك بركات ترافقك اينما حللت وارتحلت وكل من عادك يحتار فيك لانك قوي ليس بالمال والجاه والمنصب والشهادة العلمية العليا لا قوي ببركة الله قوي بجلال الله قوي بمحبة الله قوي بامدادات من عند الله فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نرتشف من هذه الامدادات الربانية ونواصل حديثنا من الآية 130 من سورة الأنعم يقول رب العزة جل جلاله بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من درية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل في هذه الآيات البينات واعلموا أننا جميعا في عبادة من أعظم العبادات عبادة تلاوة القرآن وتدبره وتأمله وهو شفاء شفاء لما في الصدور من كان مريض من كان سقيم من كان كئيب من كان مهزوم من كان منكسر من كان محتقر كل هذا سوف يزول بأمر الله بلا سبب ولا تدبير إنها منحة من عند الرحمن جل جلله وعدنا وعدنا وعد صدق أنه من تدبر كلام الله أنه من عاش بالإيمان والروح مع كلام الله لا يخاف لا يخشى لا يحزن لا يفتكر ولا يضعف ولا ينكسر تعالوا بنا نتأمل ربنا يقول في مطلع هذا المقطع القرآني يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين هنا ربنا عز وجل ينتقل بنا إلى عالم البعث والحساب والنشور القرآن الكريم وكأنه كاميرا كبيرة تنتقل بنا عبر الزمن مرة ربنا عز وجل يأخذنا إلى أول الخالقة عند خلق آدم ومرة تانية يسير بنا في التاريخ القديم ومرة أخرى يذهب بنا إلى آخر الزمن لما يموت كل البشر ثم يبعثون من جديد ثم يقفون أمام رب العالمين في ساحة المحشر هذا مشهد من مشاهد أهوال يوم القيامة الله تعالى يجمع الأولين والآخرين كم عددهم لا يعد لا يحصى الكوكب الأرضي الآن يحمل حوالي ستة إلى سبعة ملايير نسمة أما حقيقة الخلق كم عددهم عشرة ملايير خمسين مليار مئة مليار أبدا ملايير الملايير الملايير هذا عدد البشر البشر ربنا خلقه منذ أن خلق آدم عليه السلام نحن خلقنا جميعا يوم خلق الله آدم ومسح على ظهره وخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ثم أشهدهم على أنفسهم ألا استبر ربكم قالوا بلى شهدنا هذا يسمى عالم الدر في عالم الدر خلقنا جميعا ثم ربنا من رحمته كل زمن يبعث بضعة أرواح نحن المستمعون الآن المجتمعون خلقنا في القرن العشرين وآباؤنا في القرن أجدادنا في القرن التاسع عشر وأجداد أجدادنا في القرن الثامن عشر وأجداد أجداد أجدادنا في القرن السابع عشر وهكذا أولادنا في القرن الواحد والعشرين أحفادنا في القرن الثاني والعشرين وهكذا كل زمن ربنا يبعث جيل ثم يقبض أرواحهم ويدفنون ويبعث الله جيلاً آخر جديد إلى قيام الساعة لكن يوم القيامة سيجمع الله الأولين والآخرين كم عددهم؟ ملايير الملايير الملايير البشر ثم يجمع معهم الجن كم عدد الجن؟ عدد الجن سيكون أكبر بكثير من عدد البشر أضعافاً مضاعفاً هذا بالنصوص الموتقة بأن عدد الجن هم الأكثر البشر هم الأقلية الجن هم أضعاف أضعاف البشر يعني ملايير الملايير الملايير ثم الملائكة وهم أضعاف مضاعفة للجن يعني لا يعدون عدد حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كشف له المجهد ورأى سورة من الغيب قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موقع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله الملائكة في الأفق في كل مكان وإن شاء الله حينما نفرغ من سورة الأنعام سندخل إلى سورة الصفات في التتبع في التنزيل سورة الصفات سوف نتحدث عن عالم الملائكة لاحظوا الآن ربما أكترنا من الكلام عن الجن لأن في سورة الأنعام ولكن في سورة الصفات بعدها ربنا سيتكلم عن عالم النور عن عالم الملائكة فهذا المشهد ربنا سيجمع الأولين والآخرين في مشهد واحد في أرض لم يعصى عليها الله قط يعني أن البعث والنشور لن يكون في الكوكب الأرضي هذا كوكب صغير الكوكب الأرضي هو عبارة عن كويكب صغير حتى صار الناس يقولون العالم صار قرية صغيرة بفعل التورة التكنولوجية البعث والنشور سيكون في أرض أخرى لم يعصى عليها الله قط سيجمع كل المخلوقات ونفخ في السور فإذا هم قيام ينظرون الناس يقومون كلهم من مقابرهم المشركون والكافرون ماذا يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا من أيقضنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون المشركون والكافرون والملحدون يسمونه مرقد يعني القبر مجرد غرفة نوم سريرية ننام فيه بضعة قرون ثم نستيقد للقاء الله ولكن لا نشعر بالزمن لأن من مات قامت قيامته الميت إذا مات توقف عنده الزمن ثم بعد ذلك لما يأتي البعث والنشور إذا سئل كما بقيت في القبر لن يقول لك بقيت آلف السنين أو مئة السنين لا يقول لك لبتنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين هكذا يقول المشركون يا ويلتنا من أيقضنا من مرقدنا هذا ما صدق الله وعد المرسلون أما أهل الإيمان وأهل اليقين ماذا يقولون؟ قال صلى الله عليه وسلم كأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور أول كلمة ينطق بها البشر المؤمنون حين خروجهم من قبورهم أول كلمة ننطق بها جميعا ما هي؟ الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور لاحظوا أيها الأحباب نحن سوف ننام بعد قليل وقد حل الليل صباحا إن شاء الله إذا كان في العمر بقية واستيقظنا ماذا سوف نقول عند الاستيقاظ من النوم؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور لاحظوا بأن أول كلمة ننطق بها هيها الحمد الحمد شيء عظيم ومن ألهي الحمد من ألهم الحمد ألهم الخير الكثير فربنا يخاطبنا ويصور لنا هذا المشهد كيف سوف يقع قال يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا هذا الخطاب الرباني للإنس والجن لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا سألنا أي شخص قلنا له ما هي الأهدف التي من أجلها تعيش فوق الأرض هذه مضامين علمية يفهمها كل الناس في الشركات في الإدارات في المؤسسات في الهيئات العليا يعني العمل عن طريق الأهدف ما هي المقاصد والأهدف؟ الناس للأسف نسوا المقصد الأسمع صار مقصدنا في الحياة كيف أشتغل كيف أكسب المال وكيف أنفقه زماننا هذا زمان التصابق والتغافت نحو الاستهلاك وهذا الاستهلاك والتباهي به والتفاخر جلب لنا مشاكل وصراعات فيما بيننا المحاكم ممتلئة بالنزاعات بين الأزواج والزوجات نسبة الطلاق مقلقة ومقرفة والأمراض أشكال وألوان خصوصا أمراض النفسية الأعصاب الاكتئاب الانتحار والعيد بالله وقص على ذلك العداوة والبغداء والرحمة ضاعت من البيوت بيوتنا الكثير منها افتقدت إلى الرحمة والحنان والمودة لماذا كل هذا؟ حتى العلاقة بين الحكام والمحكومين علاقة متوترة نقرأ الوسائل الإعلامية كل يوم وقفات احتجاجية تدخل أمني هذا يقول بأنهم يقمعوننا والآخر يقول بأنهم يستعملون الفوضى يعني عالم صار فيه الكثير القلاقل لماذا كل هذا؟ لأننا جميعا نسينا المقصد الأساس الذي من أجله خلقنا ربنا يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذه العبادة يعني أن نركز ركز أيها الأحباب إذا أردتم أن تتخلصوا من كل مشاكلكم تتخلصوا من كل متاعبكم تتخلصوا من كل التحديات المادية والنفسية والروحية والعائلية والكل شيء ركز على العبادة ركز على علاقتك بالله سترى العجب العجب سترى بأن المشاكل تنحل من تلقاء نفسها سترى بأن من حولك من الناس بدءا من الأسرة والعائلة والجيران وزملاء العمل وعموم الناس الكل سوف يصير كأنهم ملائكة طيبون صالحون مصلحون وهذا يقتد منك أن تركز علاقتك بالخالق عز وجل هو القائل وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون للأسف الناس نسوا هذا المقصد وتهافتوا نحو الدنيا وحول المناصب وحول الغلبة وحول القهر وحول جمع المال وحول الصراعات وقلوب مليئة بالشر وجعلت حياتنا نغصا ونكدا هذا كله أنسان الهدف فالنتيجة هي أن المحصل ضعيف جدا وكأن هناك تلاميذ في المدرسة الأستاذ يقول لهم نهاية الدراسة ما هي المحصلة ما هي النتيجة ضعيفة هذا ما قاله ربنا عز وجل حينما يخاطب الجن والإنس يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا هذا الآيات هي توبيخ توبيخ من الله سبحانه وتعالى لكل من أعرض عن الحق ولكل من رد الحق من الإنس والجن ربنا يوبخهم ويبين خطأهم يعني أن هؤلاء ربنا أرسل إليهم البينات نحن أرسل الله إلى البينات ها هو القرآن الآن بين أيدينا ومفهوم والتفسير والإرشادات واضحة وفيها تفاصيل كل شيء الخير والشر والأمر والنهي والوعد والوعيد ربنا أرسل الرسل لكل البشر وبعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختار واصطفى علماء وفقهاء وصلحاء ودعاة بلا عد ولا حصر وربنا كأنه يوبخ هؤلاء جاءتكم رسلي يقصون عليكم آياتي وآياتي يعني آيات واضحات بينات وينذرونكم لقاء يومكم هذا أن هؤلاء الرسل والأنبياء والعلماء والدعاة أندروا الإنس والجن بأن هناك يوم اسمه يوم الحساب يوم اللقاء يوم التغاب معنى التغاب الإنسان يشعر بالغبينة يقول يا ليتني فعلت كده وكده فيشعرون بالشقاء والخسران وقد ضيعوا كل شيء لن يجيبوا بالرفض ولن يدافعوا عن أنفسهم بل هناك إقرار واعتراف بكل الخطايا قالوا بلى شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا يعني ليس هناك إنكار الإنسان في الدنيا ممكن أن ينكر يقولك لا لا أريد ولكن في هذا الموقف العصيب بين يدي الله كل المخطئين سوف يشهدون على أنفسهم لن يحتاج إلى محام شاطر لن يحتاج إلى دفاع هو سوف يشهد نفسه والسبب وغرتهم الحياة الدنيا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يعني أن الله كرر كرر الاعتراف مرتين أنهم اطمأنوا بالدنيا وردوا بها وتهافتوا على زينتها وعلى زخرفها وألهتهم عن الآخرة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين والعياد بالله فقامت عليهم الحجة إذن وأنا ذاك ربنا وهو العدل أصدر الحكم ماذا قال؟ قال عز وجل بأن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون فلما وقع الذي وقع الحق عز وجل أعطاهم الجزاء الذي كانوا يتوقعونه وهو أنه سبحانه وتعالى جزاء فيه عذاب أليم أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس أدخلوا فيهم صنعوا كصنيعكم استمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم خاضوا بالباطل كما خدتم ثم ربنا عز وجل يأتي هذا العذاب كما أهلك القرى السابقة بظلمهم وأهلها غافلون هم غافلوا عن ذكر الله لهذا أيها الأحباب نحضر الغفلة هناك الغفلة عدوتنا الكبرى هي الغفلة كورونا مرض بسيط سوف يولي ويدبر لكن الغفلة عن ذكر الله هي المرض الخطير الذي يتهددنا ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ الله عز وجل يتحدث أن هؤلاء الإنس والجن لهم درجات بحسب أعمالهم فالناس مراتب حتى في الدنيا لاحظوا الدنيا الدنيا ليست سواء هناك فكر شيوعي يطالب بالمساواة المطلقة بين الناس ومناضي الفكر الشيوعي كالماركس مثلا وفريدريك إنجليز وعديد من الزعماء كاستالين ولنين وغيرهم كانوا يدعون إلى مجتمع موساواة شيوعي لا يمكن أبدا مخالف للفطرة مخالف للنظام الكوني ربنا قال عن الدنيا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله تعالى من رحمته جعل الدنيا في تفاوت هناك مجتمعات غنية قوية وهناك مجتمعات فقيرة هناك مجتمعات تعاني من التخمة عندها الفائض من كل شيء وهناك مجتمعات تشعر بالجوع والعطش دول عظمى ودول يسمونها سائرة في طريق النمو ودول أخرى فقيرة أو معدمة بل داخل الدولة الواحدة هناك تفاوت كبير هناك أحياء راقية وبجانبها أكواخ قزديرية الناس خلقهم الله هكذا لماذا فضل بينهم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون يعني الذي يجمع مشي المال مشي الجدران مشي المقاولة الذي يجمع رحمة الله ورحمة ربك خير مما يجمعون إذا كان التفاوت في الدنيا هكذا فما ظنك بالآخرة الآخرة سيكون فيها التفاوت كبير البون الشاسع لهذا قال ولكل درجات مما عملوا بحسب أعمالهم فلا يجعل الله قليل الشر منهم ككثيره ولا التابع كالمتبوع ولا المرؤوس كالرئيس سيكون هناك فرق كبير في الأجر والتواب حتى الجنة الجنة مراتب الجنة فيها مئة مرتبة بين المرتبة والمرتبة كما بين السماوات والأرض فالناس ليسوا كلهم سواء فكل فئة وإلا لها مقام معلوم عند رب العالمين سبحانه وتعالى ثم قال وما ربك وقال وما إلى أن قال عز وجل وما ربك بغافل عما يعملون أي سوف يجازي كل بحسب عمله يعني نحصي أعمالنا نراقب أعمالنا لا تظن بأن الله غافل إذا قمت بأي عمل أي سلوك أي مبادرة اعلم بأن الله يراقب وأن الله يحاسب وما ربك بغافل عما يعملون فربنا نهانا عن الأعمال السيئة رحمة بنا وذلك قصدا لتحصيل المصالح فالله هو الغنيب بذاته عن جميع المخلوقات ربنا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصم وهكذا الجن والإنس عليهم هذا الخطاب موجههم لهم جميعا هذا الخطاب موجه لهذين الصنفين من المخلوقات الجن والإنس في نوع من المحاسبة والتوبيخ كما قال في آية أخرى يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنفدوا من أقطار السماوات والأرض فانفدوا لا تنفدون إلا بسلطان يخاطب الجن والإنس إنكم إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأراضي هاربين فاخرجوا إذا أردتم أن تخرجوا من الملكين لا اخرجوا لن تستطيعوا الخروج إلا بقوة وقهر سبحان الله هذه الآية فيها إعجاز علمي لقد تبت اليوم في عند المهتمين بعلم الفضاء وعلم الكواكب والنجوم وصناع الصواريخ تبت الآن ضخامة المجهودات والطاقات المطلوبة للنفاذ من نطاق جاذبية الأرض فقط جاذبية الأرض من خضروش شوف الصاروخ ملكي بغي يطلع يعني طاقات بشرية كثيرة مجهودة ضخمة لكي ينطلق صاروخ واحد من جاذبية الأرض وهذا جهود علمية وتكاليف مادية ضخمة وربنا عز وجل يؤكد بأن النفاذ من أخطر السماوات والأرض قد تبلغ ملايين السنين ضوئية وهذا مستحيل لأن كل ما فعله الإنسان وصل إلى القمر والقمر هو عتبة السماوات فقط مجرد العتبة أما السماوات والأراضين لن يقطعها البشر عليه أن يسير في أخطر السماوات والأرض مدة زمنية تفوق ملايين السنين ضوئية سيكون قد مات هو عمره قصير عمره ستين سبعين سنة أما المدة التي سوف تقطع تبلغ ملايين سنين وبالتالي لن يستطيع أبدا فيا سبحان الله مرة في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة عقد هناك قريبا من المجد النبوي الشريف سينما سينما في السعودية كبيرة جدا شاشة كبيرة مجانا يدخل لها عموم الناس الحجاج والمعتمرين وعموم الناس تجد نفسك على الكرسي وأمامك شاشة كبيرة جدا وتظهر أنت في الشاشة يقول لك مكانك هنا ترى نفسك في المكان الذي أنت تجلس فيه ثم يبدأ قمر استناعي يبدأ في الانطلاق وكأنه يصعد في السماوات وهناك بجانبك عدد يحسب الكيلومترات كم عدد الكيلومترات التي تنتقل بها في السماوات في لحظة يقال لك إنك الآن في المدينة المنورة وفي ثواني معدودات الانطلاق تمر خرجت من المملكة العربية السعودية خرجت من الشرق الأوسط خرجت من إفريقيا وأسيا خرجت من الكوكب الأرضي خرجت من كوكب المجموعة الشمسية خرجت من كده وتبقى المدة تسير أنت اختفيت وحتى الكوكب الأرضي اختفى وتسير تلك المسافة الطويلة وترى النجوم والكواكب بعيدا وفي لحظة تدر لك المجموعة الشمسية عبارة عن نقطة والأرض لا وجود لها وأنت غير موجود أصلا والمجموعات كثيرة بالآلاف آلاف المجموعات مثل مجموعتنا الشمسية كل هذه المجموعات تنتظم في درب التبانة درب التبانة يحتوي على آلاف المجموعات مثل مجموعتنا الشمسية ودرب التبان أيضا يظهر كأنه نقطة في فلات كأنه حبة رمل في سحراء وحوله آلاف دروب الأخرى تجمع ملايير الكواكب والعداد يتوقف لأنه يتعب ويقع له تفريغ وتبقى السماوات إلى أين وصلت؟ وصلت إلى عتبة عتبة السماوات والأرض فتسمع المؤدم يقول الله أكبر الله أكبر الله مد مشبع بأن الله أكبر من كل شيء وتستوعب قيمة الله أكبر إن شاء الله غدا في برنامج الدين والحياة نتحدث عن هذا الموضوع بجلاله وبأنواره بالآدان والإقامة ونحن مقبلين على رمضان ونحتاج إلى توطيد عقو قلوبنا وعقولنا مع العبادة بعد ذلك يقول الحق عز وجل وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من درية قوم آخرين الله عز وجل يتحدث عن نفسه العلية الله غني بداته الله غني عن جميع المخلوقات الله تعالى حينما أمرنا بالعبادة وقال يا معشر الجن والإنس أمرنا بأن نعبده وما خلقتكم إلا لتعبدون فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فالله عز وجل على كل شيء قدير وهو غني عن نكامل الله تعالى له ملك كل شيء وكل ما هو موجود هو من ملك الله وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى طاعتنا ولا تضره معصيتنا فالطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر مرتكبها أما الله عز وجل فهو غني عن عبادتنا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني في قلوب صحابته وقد كانوا من قبل على عقائد أخرى عقائد آبائهم وأجدادهم في الجاهلية كان سيدنا النبي بهذه الآيات القرآنية التي كانت تنزل بمكة المكرمة يحفر قلوب أصحابه ويغرس فيهم هذه المعاني الله غني الله كلمة عظيمة إذا استوعبناها أيها الأحباب الكرام والله وبالله لن نشكل فقر أبدا وأستنكث أن أقوم بوقف احتجاجي أمام أي مؤسسة أو إدارة أقول لهم أعطوني حقوق حقوق دب في عروقي لن أنسها ولو أعدموني لن أقولها لماذا؟ لأنهم ما عندهم ما يعطوني العاطي الله هو سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض أترق بابه في جوف الليل أسجد لله عز وجل وسوف يعطيك الخير والرزق حتى حتى يندهش الذي هو فوقك من المال يندهش الربنا وقد يعطيك ربنا القناعة بالقليل هي أعظم غنى القناعة بالقليل غنى وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ماذا يقول الله عز وجل؟ يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل وحر منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل وحر منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يعني تكونوا على أتقى قلب طوعات كلكم من أهل الطهر أو تكونوا على أفجر قلب كلكم من أهل معصية لن تنفعوني ولن تضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يجتمع الإنس كلهم بالملاير الملاير الملاير والجن بالأعداد المضاعفة على صعيد واحد وكل واحد يز واحد البطاقة في هالمطالب دياله يز لافتة يقول ماذا أريد أزمة سكن أزمة تشغيل أزمة صحة أزمة تعبير حرية إنسان أطلب ما تشاء أطلب وربنا يعطيك ما تشاء يعطي لجميع ما يشاء ماذا ينقص من ملك الله لا ينقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر بحل البرع لحتها للبحر ورجعتها من البحر أتفزق شوية ولكن وشهد الأسر من البحر شيء لا شيء هكذا رحمة الله الواسعة التي لا حدود لها هذا معنى هو الغني الله الغني فربنا عز وجل يقول وربك الغني ذو الرحمة ذو الرحمة معنى آخر أراد ربنا أن يغرسه في قلوبنا وهو كأنه يقدم نفسه إلينا ربنا يعرفنا بذاته العلية جل جلاله لأن الناس الذين يقعون في الغفلة أو في المعصية السبب أنهم لا يعرفون الله لو عرفوا الله ما عصوه لو عرفوا الله ما أسأوا الأدب معه لو عرفت الله تعالى قد تكون تشعر بالمحبة وبالمودة وتشعر بأنك تريد لقاءه وربك الغني ذو الرحمة هذا الغني ره رحيم هوا عنده نحن نقول لغنى من الشكارة إلا كان شي مسؤول لبس عليه وفير الرحمة الله ما حالزوين إنسان غني وفير شباطه مثلا أو شي مسؤول على شركة ولا إدارة ولا في مؤسسة ديال الدولة كيكون لبس عليه وطيب القلب وكريم وميسر كيقول لك هذا كامل مكمول هذا هو كل شي لأنه لا يجتمعوش إلا كان قوي كدقى مسكد ولكن متخلق كدقى فقير ولكن الكمال لله ربك الغفور وربك الغني ذو الرحمة الرحمة يعني أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم رحمته سبحانه كانت سبب وجود الكون والخلق هل تعلمون أي الأحباب بأن الخلق لم يكن كان الله وحده لا شريك لا في الوجود لم يكن معه أحد كان الله وحده فأراد أن يظهر ويتجلى فخلق الخلق ليعرف خلق الخلق ليعرف ومن رحمته خلق الكون وخلق الخلق وخلق كل شي ومن رحمته سبحانه وتعالى خلق الإنسان حينما خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم لاحظوا أنفسكم في المرآة شوف ربك في خلقك أعطاك السمع والبصر وعطاك العقل وعطاك الضمير والقلب شوف الجوارح شوف ذلك الجسم ديالك متناسق الشعر البشرة الهيئة يا سلام الإنسان جميل ربنا خلقه في أحسن تقويم قارن نفسك مع حيوان أعزكم الله مع كلب أو قط أو عقرب أو أفع أنت أيها الإنسان أجمل مخلوق خلقه الخالق عز وجل ثم ربنا أكرمنا بالدين الله الله أعطنا الدين لم يعطي الضالي الآخرين الحيوانات والبغائم وغيرهم لم يعطيهم الله الدين أنت أيها الإنسان أعطاك الله الدين والدين هو رقم واحد في النعم اللي أعطاه الله عز وجل ثم أعطاك كل شيء زودك بوسائل المعرفة أعطاك الله العقل أعطاك الله الإدراك أعطاك الله السمع البصر النطق الحرية في التعبير الإرادة أعطاك كل هذا الخير كله ثم سبحانه وتعالى بغاك تهتادي والاهتداء دي الله عز وجل متعدد لم يكلك الاهتداء إلى عقلك وحدك أشياء العقل بوحده اللي يقعون في الاهتداء أعطنا العقل ولكن مش يوحده وزادنا حاجة أخرى الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذاك اللي مقاريش تقول أمي في البوادي والقرى ما عندوش ما قرأ لا فلسفة لا فكر لا منطق را عندو الفطرة هذا اكتورة عندو عندو قوة أخرى اكتور من ذاك اللي عندو المنطق والفلسفة والفكر قرأ في صوربون ولا قرأ في نيو ديلهي ولا قرأ في لاس فيغاس يقرأ أي فكر فلسفي مهما وصل قد يوصل الواحد الحد معين وذاك اللي في البادية كير على الغنم احتورة عندو واحد القوة أخرى غريبة وأعظم من العقل اسمها الفطرة وخاوة أمي لم يقرأ ما اسمع ما عرف ما شاف را الفطرة بداخله لا تحتاجه إلى دراسة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ثم أعطانا الله عز وجل الأدلة في الأنفس وفي الأفاق كثيرة دلائل الهدى دلائل الهدى أعطها لنا الله تعالى حل عينك غير بلك الكون وغير بلك الشمس عند شروقها عند غروبها غير بلك الأفاق دل الكون والأنفس شوف النفس البشرية وذلك المولود تكون جانين في بطن أمه في الرحم ثم كيتولدك يكبرك أعطي الله لا إله إلا الله دلائل الهدى هاتشي كل أعطانا الله في موجيبات الإيمان كل ينطق بالإيمان وأكثر من هذا ربي أنزل إلينا رسولا وأعطانا كتوبا منزلة شوف ربك حيدينا جميع الحجج أعطانا الكتوب المنزلة وبعت إلينا الرسول والأنبياء أشكال وألوان وأعطانا العقل والمنطق والفكر وأعطانا الفطرة السليمة وأعطانا التأمل في الأنفس والأفاق كل هذا من دلائل الهدى ومجيبة الإيمان جمعنا كل ذلك لماذا؟ ليقطع علينا الأعضار ما بقاش عندك عضر أي الإنسان ليقيم علينا الحجة وسبحان الله يكفي أن هذا الكون تتجلى فيه عظمة الخالق نعم وطاقات وقوة وأرزاق خيرات ماء وغواء وكل شيء نحن نتقلب في نعم الله أيها الأحباب نحن نعيش في نعم الله اللي سولته كيشكي ونسينا النعم تفكرنا غير الأمور اللي هي سيئة إبليس يا غرنا ونسينا النعم نتقلب في نعم الله وهو القائل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل شيء دينا كل شيء ديالك عندك تفكر تهرس الناس كده يخصني بقعة أرضية خصني بني كده أنا عندي سكن ملكية مشتركة أنا غير كاري أرى كل شيء ديالك ديالك البحر ديالك والغابة ديالك والشاطئ كل ديالك والجبال ديالك الأرض لنا والسماء لنا والكل لنا كل شيء ديالنا لأن المالك الله وأي واحد غير غير ربي عز وجل عطا بشت لها وغدا غير حيد منه غير يخذ وحدة أخر أو تاني لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فنحن كلنا نملك كل شيء ربنا عز وجل خلق هذا الخير وجعله في متناول البشر أعطانا القدرة بش نتناوله وأعاننا على القيام بالواجب أعاننا سوف مثلا شوف الخير ديالله تعالى قد خلق صبي صغير يقود جمالا كبير وتخيل ده باب المنطق العقلي جمال كبير وعنيف ويقوده صبي صغير بمنتهى اليسر مش في السرها في السرها بأن الله تعالى أعطى لإنسان أعطى القدرة أعطى المهارة وجعل كل شيء مسخر له ترقى فوق الحصان فوق البغل فوق الحمار وكي يجري وكي يضربو وميركلش لماذا لأذوقت اسم التسخير ربنا سخر لنا كل شيء وأخضع كل شيء لسلطاننا علينا أن نشكره كل ما شكرته وحمدته زادك من نعينه رحمة الله تعالى أنه أعطانا كل شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون رحمة الله وسع كثيرة جدا وكلما تقدمت البشرية في الزمن وازداد العدد للبشر الله تعالى كيف تحلين أسرار العلوم والاكتشافات الحديثة صور كي يقول لك القرن السابع عشر ظهرت المكننة والآلة البخارية وتم اكتشاف الطاقة وتم اكتشاف هرار بلك لرفع السطار لأن كل زمان يعطيه الله وحد شوية في القرن السابع عشر كانت أكبر موجة إلحاد الناس الحادوا لما اكتشفوا المكننة والآلة البخارية واكتشفوا الميكروسقوب وقالوا ربما البشر قد وصل إلى الحد في العلم والمعرفة وسماه له سيب بيرمان ده بل أن هذه الآلات اللي كانت في القرن السابع عشر وبسببها نيتش ومونتيسكيو وسبينوزا وغيرهم من كبار الفلاسفة الذين ألحدوا راولت في المتحف أشياء تاريخية كلاسيكية قديمة كل زمان ربي عز وجل يعطينا أشياء أخرى زماننا هذا أعطنا الله تعالى التورة التكنولوجية وغدغت عتية متخلفة والزمان اللي غيجي للولادنا والأحفاد دينا غيكون أشياء أخرى ربنا كل هذا خلقهم لماذا؟ لتيسير أمور الحياة لتستمر المنافع تخيل لو لم يتم اكتشاف الطائرات والقطارات ووسائل اتصال الحديثة ولم يتم اكتشاف اللايزر مثلا وأسر العلم الحديثة تخيل كيف سوف تنضي البشرية بأعدادها الهائلة من غير هذه النعم المسخرة برحمة الله فهذا معنى قوله وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء لا إله إلا الله هذه الآية خطيرة خطيرة أيها الأحباب لماذا؟ خطيرة لأن ربي عز وجل يتكلم على وحد القانون اسمه الاستخلاف والاستبدال ما معنى الاستخلاف والاستبدال؟ أي أن الله تعالى إلى هذا الناس لم يستوعبوا شريعته ولم يقبلوا دينه ورفضوه ماذا سيفعلوا بهم الله؟ إن يشاء يذهبكم يعني يزيلكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء يحيدكم تومة وغد يجيب خلقا آخرين يعني يزيلكم من الوجود ويأتي بآخرين بعدكم فيذهبكم من دون أن ينقص ذلك من ملكه شيء كما أنشأكم من درية قوم آخرين أذهبكم وجاء بكم من بعدهم فكيف تتمردون عليه وكيف تواجهون وعيده وترفضون كتابه العزيز القرآن الكريم هذا كتسمى هذه الآية إن يذهبكم ويستخلف من بعدكم الاستخلاف والاستبدال هذا مفهومان قرآنيا رب عز وجل يحدد به مصير الأمم والجماعات والأفراد الاستخلاف ما هو الاستخلاف؟ هو من السنة الكونية في الخلق رب قال إني جاعل في الأرض خليفة الخليفة هو معنى أن يخلف بعضهم بعضا وأن يكون هو القائم بأمر الله هذا تدخل إلهي الاستخلاف في الأرض تدخل إلهي مباشر هو لك يوضع كيكفر المستخلف خلاف من أزحهم الله من قبلهم يزيلهم بتدخل من الله ولهذا قال الله عز وجل بأن المستخلفين يكونوا من أهل الإيمان دائما أصحاب الحكم من أصحاب الإيمان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضانهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذه كتسمى السنة الاستخلاف ربي عز وجل بقوته وجلاله هوك وضعك في واحد المقام إلا كنت وزير إلا كنت عامل إلا كنت صاحب سلطة إلا كنت قاضي إلا كنت قائد عرف بأن اللي وضعك في ذلك المقام هو الحق عز وجل هو الذي وضعك في مقام القرار والتسيير والتدبير وعطاك الجمال وعطاك الكلمة المسموعة وعطاك الميزانية بين يديك وعطاك خدم وحشم حولك يقوم بالأشياء حتى لا تضيع وقتك الثمين هذا كنت تسمى الاستخلاف فكلما عملت الصالحات وآمنت بالله ربي غير زيدك قوة ربي غير زيدك مدد وحتى واحد ما يقدر يحيدك من الكرسي لأنك أنت عندك السناد الإلهي عندك المدد الرباني لكن هذا الاستخلاف قد يأتي بعده الاستبدال كما أن السنة الاستخلاف سنة كونية سنة الاستبدال سنة كونية تاريخية من السنن الإلهي الحتمية تجري على الأمم والأفراد فالله تعالى قد يستخلف قوما آخرين حينما ينحرف متن الحاكمون وأبناء الشعب والمسؤولون ينحرفون عن الهدف الإلهي المرسوم ما هو الهدف الإلهي المرسوم؟ هو نشر العدل هو نشر الإصلاح بين الناس هو رفع الظلم عن الأرض هذا هو الأهداف الإلهية إلى وحد الفئة ربي يحطف الحكم ونشروا العدل وأقاموا الإصلاح في الأرض ورفعوا الظلم عن الناس ربك يقول لي ما تبقى وتمى وغزيدوا في المدد وعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى عطاءات إلهية لكن إلى هدنس غيروا وبدلوا والعهود كل اللي قالوها ما تبقوهاش وصبحوا مهتمين من أنفسهم ومصالحهم الداتية ماذا سوف يقع قال ربنا عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يعني انت دار أتحيدوا أتحيدوا وربي غدي يؤتي بقوم آخرين فيهم صفة أخرى هذا كتسمى السنة لاستبدال وإن تتولوا يستبدل أما إذا قمتم بالخير والوفاء بالعهود يستخلف ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ربنا بعد هذا العتاب وأخبرنا بأن الدنيا كلها راها ليست دار قرار وإنما دار هي ممر يؤكد بأننا كما نعمل للدنيا علينا أن نعمل للآخرة للأسف الناس بعضهم وطنوا أنفسهم بالدنيا ونسوا أنها دار ممر وليست دار مقر نحن أمامنا دار أخرى هي الدار التي جمعت كل النعيم وسلمت من كل آفة ونقص هي الدار الآخرة الجنة يسعى لها الأولون والآخرون وكل مرة كانت سمعوا واحد مات ارتحل إلى الدار الأخرى لماذا تدفننا ارتحل إلى الدار الأخرى هم السابقون ونحن بهم إن شاء الله لاحقون فإذا وصلنا إلى تلك الدار لفين خلود آه خلود دائم فيما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين فيها الأفراح فيها لدت الأرواح فيها نعيم الأبدان والقلوب وفيها القرب من الله علام الغيوب لهذا ربنا قال إن وفي ذلك خليتنافس المتنافسون ثم ختم ربنا هذا المقطع بقوله إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يعني كل ما وعد الله تعالى سيحصل لا محالة لأنك لمه حق فليس هناك فرار من الله إلا إليه الكل هم في قبضة الرحمن وكل شيء تحت تدبيره وتصرفه لأنه مالك الملك ثم قال قل قل يا محمد يا أيا الرسول قومك إذا دعوتهم إلى الله لأن الخطب كل موجه لمن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الضار إنه لا يفلح الظالمون نعود إلى السيرة وأولا هذه الآيات القرآنية لما نزلت على قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت وجه المشركين للكفار قريش والعرب الأشداء رفضوا الدين لأنه يهدد مصالحهم الاقتصادية والسياسية ويهدد زعامتهم رفضوه وقل يا محمد هذا الكلام كله غير إدعاء يا محمد هذا الكلام كله غير أساطير الأولين فقال ربي عز وجل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني إذا لم إذا لم تستوعبوا هذا الأمر ورضيتم لأنفسكم بغروركم وأردتم أن تبقوا على حالتكم اعملوا على مكانتكم أما أنا فسوف أعمل وفق منهاج الله سأعمل وفق شريعة الله قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل يعني سأعمل على أمر الله وأتبع مرضات الله فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الضار يعني الخاتمة للمتقين يعني إما أنا أو أنتم يعني هذا كله سوف يكون الخاتمة بالأعمال لعاملها والجزاء مقرون ب بنية صاحبه لذا قال ربنا عز وجل في الختام قال إنه لا يفلح الظالمون هكذا قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الضار إنه لا يفلح الظالمون يعني كل ظالم له أن يتمتع في الدنيا تمتع كما تشاء افعل متشاء هناك حرية مطلقة ليس هناك حساب لكن غدا ستنتهي هذه الحرية تنتهي سوف يدب الشيب إلى رأسك والتجاعد إلى وجهك وسوف تدمر عظامك وتدخل إلى عنم الشيخوخة والضعف والقهر وصوتك لن يرتفع بعد ذلك وتشعر بأنك سرت ضعيف وتبدأ في الإضمحلال وفي التلف وأنا ذاك تصبح ضعيف أنا ذاك ربنا قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ذاك سعى يبدأ الحساب وأنت ضعيف ما بقت عندك قوة ما عندك قدرة على الإشتهاد لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله يسمع هذه الآيات ويغرس في قلوب الصحابة ويغرس في قلوب المؤمنين ويغرس في قلوب أنصار الإسلام لماذا؟ لأن هذه الشريعة الرحمن هذا هو الدستور العالي فصلى الله على سيدنا النبي محمد بن عبد الله يا رب نشهد أن هذا النبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في اللي حق جهاده حتى أته الله اليقين أيها الأحباب اللي اقتنع بهذا الكلام اللي اقتنع بهذا الكلام القرآني فهانئا لا يعني أن رب عز وجل لقاب له في عباده المتقين اللي القى بأن قلبه منغلق أو عقله في شك نقول لي احضر احضر وممكن أن نقدم لك وصفة طيبة تساعدك لترفع عنك الحجاب وتفك عنك القيود ما هي هذا الوصفة صلي على النبي صلي على النبي لما تصلي على سيد ولدي آدم محمد بن عبد الله ربنا يعطيك نور من عنده يعينك الله تعالى طبيبك يعينك يعطيك يعطيك فيتامينات يعطيك مقوية يرفع عنك الحجب يفك عنك القيود وترى الأشياء بجلالها وجمالها ومن تم تصبح عاشقا لله وتصبح من الذين ينعمون بذكر الله فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم صل على سيدنا النبي محمد اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيع الأمة سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله رسول الله شكرا